اقرأ فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات مع حلقة جديدة من سلسلة اقرأ وسأتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن دلالات تكرار كلمة اقرأ فالله عز وجل قال في الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال في الآية الثالثة اقرأ وربك الأكرم فلماذا يكرر الله عز وجل هذا الفعل لهذا دلالات عديدة سأتحدث عن بعضها في هذه الحلقة إن شاء الله وسأكمل الدلالات الأخرى في الحلقة القادمة الدلالة الأولى في هذا أمر بالتكرار وبتكرار القراءة فالقراءة من العمليات المعرفية التي تحتاج تعاهدا وتدريبا وصبرا ومتابعة حتى ترسخ في النفس وحتى تؤتي ثمارها وأنا تحدثت في حلقة سابقة عن كون القراءة عملية تربوية وهي محتاجة إلى فترة بالتالي حين نكرر القراءة ونتعاهدها هذا يعني أن المقرؤ مقرؤ نفيس مقرؤ يستحق أن نعيد القراءة فيه مرة أخرى سواء في نفس المجال المعرفي أو في نفس الكتاب حتى وهنا الأستاذ العملاق الأديب عباس محمود العقاد له عبارة جميلة يقول لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أفضل من أن أقرأ ثلاث كتب مرة واحدة هذا الكلام إلى ماذا يقودنا؟ يقودنا إلى ضرورة اختيار نوعية الكتاب يعني أن يكون هذا الكتاب الذي نقرأه ونكرر قراءته مستحقا لأن نقرأه قراءة أولى مستحقا لأن نقرأه قراءة ثانية مستحقا لأن نقرأه قراءة ثالثة وفي كل قراءة هو يعطي لنا من المعاني الجديدة التي لم تخطر لنا على بال مما يقودنا أيضا إلى أمر هام جدا وهو ضرورة اختيار الكتاب عن طريق إما الموجه المعرفي في البداية أو عن طريق الذائق والملكة القرائية السليمة في مرحلة متقدمة بالتالي لابد لنا أن نبتعد عن الكتب السخيفة والسطحية وعن الكتاب السخيفين والسطحيين وللأسف ما أكثرهم في مثل هذا الزمان وخاصة مع هذا الانفجار المعرفي الدلالة الأخرى يقول المفسرون كرر الله عز وجل كلمة اقرأ دلالة على المبالغة يعني ما الذي يريده الله عز وجل من هذه المبالغة يريد منا أن نطلب المعرفة العميقة لا المعرفة السطحية بل نغوص إلى أعماق العلوم والمقرؤات كما ذكرت إما في نفس المجال المعرفي أو حتى في نفس الكتاب أيها الأخوة البحار أو السباح أو الغواص حين يسبح في البحر يسبح مرة أولى ثم يسبح مرة ثانية ثم يسبح مرة ثالثة يبحث عن ماذا؟ إنه يبحث عن النفائس المطمورة في بواطن البحار وكذلك القارئ الغواص المفتش حين يكرر ويطلب المعرفة العميقة الدقيقة فهو إنما يطلب الأفكار العالية حين يكرر القراءة بالتالي لا بد لنا أن نبتعد عن الغوص السطحي والسباحة على سواح البحار المعرفة لأن هذا ليس علما حقيقيا إنما هو لون من ألوان الخداع المعرفي الذي يظن به بعض الناس أنهم يعرفون وهم في الحقيقة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني لا يعرفون أعماق الأمور إنما يقدصرون على سطوحها الظاهرة بالتالي حين يأمرنا الله عز وجل أن نكرر القراءة فهو إنما يطلب منا توجها نحو المعرفة العميقة الدلالة الأخرى إن مفعول فعل إقرأ الأول يختلف عن مفعول فعل إقرأ الثاني مما يعطي دلالة على التنويع والتنوع في القراءة بالتالي هذا يربط بحلقة قد تحدثت فيها اسمها القراءة تنوع بربط هذا الكلام بتلك الحلقة تتضح الدلالة فورا ولا داعي لأن أعيد وأطيل في هذا الموضوع الدلالة الأخيرة في هذه الحلقة في هذا التكرار دلالة على ضرورة الصبر والديمومة فالله عز وجل يقول لك أيها القارئ حين ينبهك إلى أن القراءة لابد لها من التكرار ولابد لها يعني من المعاهدة أن تكون صبورا فلا تعجل فلا تتسرع ولا تنصرف عن القراءة حين لا تجد الثمار التي تجدها في غيرك فغيرك قد يكون صبر على القراءة طويلا حتى أثمرت قراءته فعليك أن تصبر وعليك أن تقرأ قراءة دائمة فهذا أيضا يدل على الديمومة بالتالي هذا الصبر على العملية القرائية التي وصفتها في حلقة سابقة أيضا بأنها عملية تربوية ومن سمات العمليات التربوية أنها عمليات تحتاج إلى فترة طويلة حين نفهم هذا نعرف أن القراءة تحتاج إلى صبر طويل وعقب الصابرين إلى خير حين يطلبون المعرفة من مصادرها الرفيعة حين يطلبون المعرفة العميقة حين يفتشون ويسبحون في الأعماق هؤلاء حين ينتجون هذا الإنتاج كله تصبح قراءتهم قراءة عالية منتجة متحققة بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك فهذه هي القراءة باسم الله الذي خلق وللكلام بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منه إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين اقرأ بأول آية اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم